أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم وبعد فهذا هو اللقاء الثاني ضمن سلسلة الدورة العلمية الأترجة وقد كنا بدأنا الكلام عن تفسير سورة غافر وانتهى بنا الحديث في المجلس السابق عند قول الله عز وجل هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هذه الآيات الكريمة تشير إلى فضل الله عز وجل وإنعامه على خلقه بأنواع المنن وأنواع الفضل والإحسان وهذه النعم سيقة مساقة الامتنان أولا على الخلق والأمر الثاني الاستدلال بها على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده دون سوا فالذي خلق ورزق وأنعم هو المستحق أن يعبد هو المستحق أن يشكر وأن يذكر فلا ينسى وإلا كان من الظلم أن الله هو الذي يخلقك ويرزقك ويعطيك أنواع النعم ثم تعبد غيره وتدعو غيره وتلتجئ إلى غيره ولذلك أظلم الظلم الشرك إن الشرك لظلم لظلم عظيم ولهذا قال في الآية بعدها فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يعني فأخلصوا لله وحده الدعاء ونلحظ أن الله هنا ذكر الدعاء ما قال فاعبد الله بل قال فادعوا الله لأن الدعاء هو حقيقة العبادة ما هي العبادة في حقيقتها؟ الذل كمال الذل مع كمال المحبة هذه حقيقة العبادة وتظهر جلياً في الدعاء لأن الدعاء وهو الطلب يقوم على الذل على كمال الذل ولذلك جاء في الحديث الدعاء هو العبادة لأنه هو حقيقة العبادة تظهر بها عبادة الإنسان لله عز وجل ولذلك على المؤمن أن يكثر من دعاء الله عز وجل وأن يظهر له الضراعة فالله يحب عباده الذين يدعونه ويحب من يلح في العبادة ويفرح ويفرح أن يسأله عبده بخلاف الخلق حتى ملوك الأرض تسأله مرة مرتين قد يستجيب لك ثم الثالثة لكن بعد ذلك يمل وقد ينهرك لكن الله عز وجل كلما ازددت سؤالاً ازداد عطاءاً لك لأنه عز وجل هو الغني قوله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشأ من عباده لينذر يوم التلاق قوله رفيع الدرجات ذو العرش يعني هو تعالى رفيع الدرجات الذي ارتفعت درجاته ارتفاعاً بيناً عن خلقه فارتفع عز وجل عن خلقه وعلى عن خلقه ذاتاً وصفةً وقهراً وقدراً عز وجل رفيع الدرجات وهو عز وجل أيضاً مع ارتفاعه عن خلقه وعلوه عليهم فهو ذو العرش والمقصود بالعرش هنا عرش الرحمن عز وجل وهو أعظم المخلوقات أعظم المخلوقات بإطلاق العرش هو أعظم المخلوقات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقوله يلقي الروح المقصود بالروح هنا الوحي وتأملوا أن الله عز وجل سمى وحيه لرسله سماه روح لأنه هو الحياة الذي اتحيى به الأرواح هو الحياة الحقيقية ولهذا قال عز وجل أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهْ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارجٍ منه ويقول في الآية الأخرى وَكَذَلِكَ أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا رُوح تَحْيَى بِهَا يَحْيَى بِهَا الْقَلْبِ وَيَحْيَى بِهَا النَّفْسِ فَمَنْ اِهْتَدَى إلى هذا الروح وإلى ما جاءت به الشريعة فهو الحي ومن أعرض عنها فهو الميت ولهذا هذه الشريعة هي في حقيقتها رحمة ومنة من الله عز وجل ولذلك يسميها الله روحًا ويسميها هُدًا ويسمي ما أنزله شفاء ورحمة هذه هي معاني هذه الشريعة أنها هُدًا وروح ورحمة يقول عز وجل يُلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده هو الذي يشاء عز وجل وهذا يدلك على أن بلوغ منزلة النبوة والرسالة ليست في قدرة أحد يعني لا يستطيع الإنسان أن يربي نفسه وأن يريضها الرياضات الروحية حتى يصل إلى مقام النبوة فيختاره الله بل هي اصطفاء محظ اصطفاء من الله عز وجل يصطفي من يشاء ويختار من يريد الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهو الذي يصطفي وهو الذي يختار قال من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق وهذه الآية أيضًا فيها إشارة إلى إلى مال الله عز وجل من صفات الكمال والجلال حيث يقول رفيع الدرجات ذو العرش قول عز وجل ينذر يوم التلاق يوم التلاق يعني يوم تلاق الخلق جميعًا تلاق الخلق كلهم منذ أن خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة فيلتقون عربهم عجمهم أبيضهم وأسودهم شريفهم ووضيعهم إنسهم وجنهم كلهم يلتقون في ذلك ولذلك سمي يوم التلاق يعني يلتقي الناس كلهم ومنهم من قال إن يوم التلاق نقصد به أن يلتلتقي الروح بالأجسد وهذا معنى أيضًا ومنهم من قال يلتقي الإنسان بعمله ومنهم من قال يلتقي بمشاكله وزوجه المشابه له وكل هذه المعاني الصحيحة لأن كلها فيها معنى اللقاء فكلها صحيحة وكلها من الأمثلة على معنى اللقاء في ذلك اليوم يقول عز وجل بعد أن ذكر هذا اليوم ذكر صفته فقال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون يعني البروز الظهور على مكان مرتفع عالي وهذا إشارة أن الخلق كلهم بارزون ظاهرون والظهور هنا ظهور تام بكل معاني فهم ظاهرون عيانًا بينين وأعمالهم أيضًا ظاهرة بينة لا يخفى على الله منهم شيء ولذلك قال لا يخفى على الله منهم شيء يعني أي شيء وهذه نكر في سياق النفي وهي قاعدة تفسيرية النكر في سياق النفي تفيد العموم يعني لا يخفى على الله منهم أي شيء مهما كان صغيراً وهذا يدلك على كمال اطلاع الله عز وجل وعلمه بأحوال خلقه وعبيده ولهذا قال عز وجل بعد ذلك لمن الملك اليوم هذا الاستفهام وقد جاء في الأثر ما يدل على هذا المعنى على معنى أن الله عز وجل يسأل الخلق جميعًا في ذلك اليوم لمن الملك اليوم فلا أحد يجيب لا أحد يجيب لأنه لم يبقى إلا هو عز وجل فيقول الله عز وجل لله الواحد القهار وانظروا هذا الختم العظيم للآية الكريمة حينما يرد السؤال لله الواحد القهار وهذا المناسب فهو الواحد الذي انفرد في ذلك اليوم بالملك وهو القهار الذي قهر الخلق بملكه عز وجل له وتخصيص الملك في ذلك اليوم لله مع أن الله مالك ذلك اليوم وسائره من الأيام تخصيص ذلك اليوم لأن في ذلك اليوم يظهر كمال ملك الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه أي أحد في الدنيا كل يملك بحسب فقد يملك الإنسان منزل وقد يملك متاعًا وقد يملك ديارًا وقد يملك بلادًا فكل الناس لهم نوع ملك لكن في ذلك اليوم لا يبقى أي صورة من صور الملك لأحد ولذلك يظهر تمام الملك وكماله لله في ذلك اليوم ولهذا ناسب أن يرد السؤال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار قال عز وجل أيضًا في صفة ذلك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع حساب في ذلك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شر فإن عملت خيرًا جزيت به وإن عملت شرًا جزيت به وهذا يدلك على كمال عدل الله عز وجل فإنه يجازي كل إنسان بعمله إن خيرًا وإن شر وهذا أيضًا فيه تربية الخلق على مبدأ المسؤولية الفردية في الجزاء فكل إنسان يتحمل جزاء أعماله إن عمل خيرًا جوزي بخير وإن عمل شرًا جوزي على شره ثم قال عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطعم وأنذرهم أصل الإنذار الإخبار بمخوف إذا أخبرت بأمر مخوف فيسمى ذلك إنذارًا والتبشير إخبار بما يسر ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي النذارة والبشارة لكن لم يرد ذكر البشارة هنا بل اقتصرت الآية على ذكر الإنذار وأنذرهم وهذا مراعاة للحال المخاطبين فإن الذين خوطبوا من كفار مكة كانوا على كفر وعناد وصد وهؤلاء الذي يناسب من حالهم أن ينذروا لا أن يبشروا لأن البشارة للذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم فالبشارة للذين آمنوا وأما النذارة فهي للمكذبين وأنذرهم بأي شيء أنذرهم يوم القيامة وأنذرهم يوم الآزفة الآزفة هي اسم فاعل من آزف الأمر إذا قرب فالآزفة هنا صفة لموصوف محذوف مقدر بما يناسب يقال الساعة الآزفة أو اليوم الآزف يعني الساعة القريبة أو اليوم القريبة والمراد بها يوم القيامة وسميت آزفة لقربها فهي قريبة إما لأنها قريبة باعتبار ما مضى من عمر الدنيا فقد مضى من عمر الدنيا آلاف السنين وما بقي منذ نزول هذه الآيات إلى أن تقوم الساعة قليل باعتبار ما قضي هذا وجه في معنى أن الساعة قريبة والوجه الآخر يقولون إن كل آت قريب حتى ولو كان بيننا وبين مئات السنين مادم أنه سيأتي فهو قريب وهذا وجه آخر في معنى وصف الآخرة بالقرب إما أن القرب نسبي يعني باعتبار أن ما بقي من عمر الدنيا أقل مما ذهب أو على اعتبار أن كل آت قريب حتى ولو كان بقي عليه آماد طويلة قوله إذ القلوب يعني في ذلك اليوم تكون القلوب لدى الحناجر كاظمين وهذا الوصف العظيم الذي يصف أحوال الناس في ذلك اليوم يقول إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وهذا كناية عن شدة الخوف والهلع الذي يصيب الناس في ذلك اليوم في ذلك اليوم العظيم الشديد يعني حتى قبل أن يقضى بين الناس عندما يجمع الناس في المحشر يعني هول عظيم جدا حتى أن الناس يأتون إلى الأنبياء يستشفعون بهم الواحدة التل والآخر يستشفعون ليس لدخول الجنة يستشفعون أن يقضى بينهم حتى يروا سبيلهم إما إلى جنة إما إلى نار يظنون أن ما هم فيه من الشدة ما بعده لن يكون مثله فقط في مجرد الانتظار للحساب فكيف بالحساب ثم كيف بالعذاب بعده نسأل الله عز وجل أن يجيرنا ووالدين وجميع المسلمين ولذلك إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين يعني بلغ بهم الحال من شدة الهلع والخوف مبلغا عظيما حتى أن الظالمين إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين يعني قوله كاظمين كاظمين هذا اسم فاعل من كظم كظوما والمقصود به حبس من حبس نفسه يسمى من حبس النفس عن الهواء حبسه فلم يخرج مع الغضب يسمى ذلك كظم فهم ساكنين لا يستطيعون كلاما إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين يعني بلغت قلوبهم الحناجر من الخوف وأطبقوا على أفواهم فلم يستطيعوا الكلام ثم قال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع في ذلك اليوم ليس للظالم حميم الحميم هو القريب سواء كان قرابة نسبية أو قرابة صحبة ومحبة وخلة ما لهم في ذلك اليوم من حميم من صاحب ولا قريب ولا شفيع يطاع فنفى عنهم كل أنواع النفع لا من القرابة ولا من الشفاعة لا توجد في ذلك اليوم وهذه الآية الحقيقة تدل على عظم ذلك اليوم هذا اليوم الذي تبلغ أحوال الناس هذا المبلغ ولا يوجد في ذلك اليوم من يعينك أو ينصر كل يقول نفسي كل يقول نفسي نفسي حتى من يريد أن يشفع مهما كانت منزلته ومقامه لا يشفع إلا بإذن الله الأنبياء الكرام على رفعة مقامهم وجلالة قدرهم لا يشفعون إلا لمن أذن الله عز وجل إلا إذا أذن الله لهم قال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه يعلم خائنة الأعين يعني ما تختلسه الأعين من النظر الذي تختلسه دون أن يعلمها أو يراها أحد نظرات العين واختلاساتها التي لا يطلع عليها لا يطلع عليها أحد فهو عز وجل يعلمها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فجمع بين أكثر أمرين مما يخفى على الناس اختلاس العين فيما يسمى خائنة الأعين وما يخفي الصدر والنص على هذين المعنيين لأنهم أعظم ما يخفى على الناس فإذا كان الله عالم بهذا الحال فما دونها أولى أن يكون عليما به فالله عز وجل مطلع على عبده يعلم خطرات نفسه وساوسها ويعلم لحظات عينه وتصرفها وهذا يدلك على كمال علمه عز وجل واطلاعه على خلقه ومما ورد عن السلف رحمه الله ما يشير إلى معنى خائنة الأعين ما يدلك على الفهم الدقيق لكلام الله عز وجل ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه في الأثر قال هو الرجل يكون جارساً مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر بمعنى إن التفتوا إليه نظر إليها إن التفتوا عنه نظر إليها فإن التفتوا إليه صرف نظره قال فيسارقهم النظر إليها هذا خائنة الأعين مسارقة النظر وجاعاً في لفظ آخر قال هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه صرف نظره عنه فإذا صرفوا نظرهم عنه نظر نظر إليها قال فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره وقد علم الله عز وجل هذا ما تخفي النفس وقد علم الله عز وجل منه أن بوده لو نظر إلى عورتها هذا من خيانة العين ومما تخفي النفس وهذا من دقيق المعاني عن السلف رحمهم الله ورضي عنهم قال عز وجل بعد ذلك والله يقضي بالحق إذا كان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو سيقضي بالحق لكمال علمه وكمال قدرته القضاء الحق متى يكون لشرطي كمال العلم مع كمال القدرة لأنك قد تكون عالم وتعرف أن هذا يستحق العقوبة لكنك ما تستطيع تنفذ العقوبة لعجزك وقد تكون قادر لكنك ما تعلم وين المخطئ من المصيب صح ولا لا ولهذا فالله عز وجل يقضي بالحق لاتصافه بالصفتين بصفة كمال العلم مع كمال القدرة ولذلك يقضي يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء وهذا يشير إلى العجز المفضع الذي عليه الآلهة التي عبد من دون الله أنهم لا يقضون بشيء وانظروا لا يقضون بأي شيء حتى على أنفسهم هم وهذا من أظهر الأدلة التي رد بها على مشركين في عبادتهم لآلهتهم يقول لهم هذه الآلهة التي تعبدونها هذه الأصنام هذه الأحجار هؤلاء الأولياء هل لهم قضاء يقضونه في أنفسهم فضلا عن أن ينفع غيره وهذا من أظهر ما يرد به على أهل الشرك أنكم تعبدون ما لا ينفع ولا يضر بل حتى لا يضر نفسه لو أراد أن يضر نفسه ما يستطيع إن الله هو السميع البصير في قوله عز وجل إن الله هو السميع البصير يقف عند هذه بعض أهل العلم ويستدلون بهذا الموضع على أن القاضي يجب أن يكون مكتمل الحواس يعني سميعا بصيرا قالوا أن الأعمى أو الأصم أنه لا يصح للقضاء هذا قول لبعض أهل العلم استدلالا بهذه الآية لأن الله قال والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير هذا تعليل لمعنى قضائه بالحق قالوا فمن شروط من يتولى القضاء أن يكون السليم سليم الحواس وهذا على كل حال محل نظر لكن هذا منزعهم في الآية الكريمة قال الله عز وجل بعد ذلك أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب قوله عز وجل أولم يسيروا في الأرض هذه دعوة إلى الكفار الذين كذبوا وشكوا أن يسيروا في الأرض ليس سفر نزهة وقضاء الوقت وإنما سفر سير اعتبار وتأمل ولذلك قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم وهذا هو الذي يجب على الإنسان حينما يسيروا في الأرض أن ينظر في آثار قدرة الله عز وجل في الخلق آثار قدرته وما حل بالسابقين المكذبين هذا السير هو الذي يورث العبرة والعظة وينتفع بها الإنسان في حياته قال كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض يعني هؤلاء كثار مكة الذين كذبوا الله وكذبوا رسوله لم يكنوا أشد من قوم نوح ولا أشد من قوم عاد ولا أشد من عاد ولا أشد من ثمود هؤلاء الذين نحتوا الصخور ونحتا عظيما يعني غاية في الدقة وغاية في الدلالة على القوة هؤلاء لم يكنوا أشد منهم وإذا حل بهم العذاب وأهلكهم الله وأنتم تعلمون أن الله أهلكهم فكيف تعرضون وتكذبون أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل كانوا أشد من قوة وآثارا في الأرض يعني الآثار التي خلفوها في الأرض أعظم وأشد من آثاركم ومع ذلك أهلكهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع لم يكن لهم من أحد يقيهم من عذاب الله وعقوبته وهذا دعوة إلى أن لا يقتر الإنسان بقوة فإن الذي أعطاك هذه القوة قادر على سلبها منك وإذا كنت شاك في قدرة الله على أن يسلب منك قوتك فانظر إلى من سبقك ممن كان أقوى منك هل بقي على قوته أم سربت أم سربت منه بعد هذا هذه المقدمة في السورة الكريمة التي ذكر فيها المكذبين وأحوالهم وبعض مظاهر قدرة الله عز وجل وما حل بالأمم السابقة ستنتقل الآيات إلى الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وسيكون التركيز فيها على قصة مؤمن آل آل فرعون وهذه القصة في من حيث معانيها وألفاظها واضحة واضحة الدلالة ولذلك سنمر عليها سريعا ونقف عند بعض المعاني والهدايات التي تدل تدل عليها يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذب قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الآيات هي الحجج البينة الواضحة وسلطان مبين السلطان هو الحجة الواضحة فمعنى الآيات هنا المراد به الآيات الشرعية والسلطان المبين الحجج البينة الدالة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن البينات والحجج التي جاء بها موسى تسع الآيات كالعصى والجراد والقمل والضفادع والدم الآيات التي نزلت عليه وأرسل بها إلى فرعون فهذه من الحجة بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذب هكذا كان جزاء هكذا كان موقفهم من من دعوة موسى عليه السلام إلى فرعون الملك وهامان وزيره وقارون صاحب الأموال والكنوز فقالوا ساحر كذب استكبروا عن الإيمان وقالوا وصفوه بهذا الوصف يقول عز وجل فلما جاءهم بالحق من عندنا طيب لما يأتي الإنسان بالحق ماذا يكون على العاقل أن يفعل على الأقل أن ينظر في هذا الحق وأن يتبصر فيه فينظر هل هو حق أم لا لكن هذا مباشرة كذبوا وانتقلوا إلى إلى التعذيب وإلى مواجهة هذه الدعوة بالشدة والغلة فقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم استحياء النساء يعني استعبادهن واتخاذهن خدما لهم ويعني قد يستغرب الإنسان حيما يقول عز وجل وما كيد الكافرين إلا في ظلال ما علاقة ذكر الكيد في هذا الموقف الذي وقع منه لأن فعلهم هو فعل كيد أرادوا به أن يوهن من عزيمة موسى في دعوته هذا الإيهان كيف يكون بإخافة كل من يتبعه بقتلهم بإذائهم باسترقاقهم واستحيائهم فهذا كيد يراد به أن يضعف موسى عن دعوته وأن يضعف أتباعه عن الاستمساك بدعوته فسماه الله عز وجل كيد قال وما كيد الكافرين إلا في ظلال لأن المؤمن إذا آمن ودخل الحق في قلبه لا يمكن يخرج منه أبداً وهذا ما قاله عظيم الروم قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ما يمكن يرجع يرجع ولذلك كان من حيلة اليهود قاتلهم الله في المدينة أن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخرهم من أجل أن يشككوا الناس لأنه ما وجدوا أحد يؤمن ويرجع قال يعني ولحظوا أن هنا لم يكتفوا بالتكذيب بل تجاوزوه إلى البغي والعدوان على غيرهم بالاستحياء والقتل قال فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن أبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفسد قال فرعون لأشراف قومه وملئه ذروني أقتل موسى هنا لا يستأذنهم فيها الحقيقة وإنما يريد الموافقة موافقتهم له على هذا الأمر وإن لم أحد يمنعه ولا أحد يقف في وجهه ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون الطاغية فرعون الجبار الذي استعبد الناس وأذلهم حريص على أديان الناس خائف عليهم من من؟ من موسى عليه السلام وذلك يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون يخاف على الناس من إضلال موسى لهم ويخاف عليهم أيضا من أن يظهر موسى الفساد في الأرض وهذه طريقة الطغاة عبد التاريخ دائما إذا جاءهم رسول الله إذا جاءهم دعاة الحق دائما يظهرون حرصهم على الناس حرصهم على أديان الناس حرصهم على حفظ أمن البلاد وأن لا تصاب بالفساد الذي لن يكون هذا الفساد إلا بدعاة الحق أما إفسادهم في البلاد هم وطغيانهم وتجبرهم وتفرعنهم في البلاد فذلك لم يكن فسادا وهذا يصدق عليه أن يقارمتني بدائها وانسلت قال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فعاد موسى عليه السلام بربه والعود الالتجاء بمن يعيد إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وانظروا وصف التكبر هو الوصف الدقيق الذي يكشف عن حالة فرعون أنه كان متكبرا هذا الذي منعه من الإيمان ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإيكوا كاذبا فعليه كذبه وإيكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذب قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه كان هذا الرجل من قوم فرعون هذا هو الصحيح لأنه كان يشهد مع فرعون ويجلس معه ويستمع لفرعون وعنده مكان بحيث أنه يناقش ويتكلم وهذا لا يكون إلا إذا كان من قوم فرعون لأنه قد قال بعض المفسرين أنه كان من قوم موسى والصحيح أنه من قوم فرعون لأن هذا الوصف لا يكون إلا إذا كان من قوم فرعون ولذلك قال يكتم إيمانه كان يكتم إيمانه آمن بموسى لكن خاف من بطس فرعون كتم إيمانه فترة لكن بعد أن علم من فرعون عزمه على قتل موسى وأنه بدأ يتكلم ويتشاور مع الملأ على ذلك ما استطاع أن يكتم إيمانه فجهر بالإيمان وأعلنها وصاحبها صيحة مدوية فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يعني هذه مي بجريمة يستحق الإنسان عليها أن يقتل إنما الذي يقتل المجرم القاتل المعتدي على الناس أما من يقول ربي الله فهذه ليست جريمة ليست جريمة يؤذى عليها الناس أو يتعرض لهم فضلا عن أن يسعى إلى قتلهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وليس فقط ويقول ربي الله أنت لا وقد جاءكم بالبينات من ربكم يعني جاء ببينات وأنتم لم تردوا عليها وعندئذ قال يعني هو أراد فقط أن يتكلم عن نجاة موسى قال وإيك كاذبا فعليه كذبا وإيك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب هذه الآية فيها إشارة إلى تنائ الله عز وجل على هذا الرجل حيث قال عز وجل وقال رجل مؤمن فشهد الله له بالإيمان هذه واحدة فالآيات فيها ثناء بالغ على هذا المؤمن من آل فرعون فهو مؤمن وأيضا وقف موقفا عظيما وهو أن تكلم بالحق عند هذا الطاغية فرعون وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وفي لفظ كلمة حق فهذا من أعلى منازل الشهداء ولذلك قال أكرم الشهداء حمزة والآخر منه ورجل قام إلى إمام أو إلى أمير فأمره ونهى حتى قتل فلأجل هذه المنزلة العالية التي بلغها هذا المؤمن ولموقفه العظيم الذي وقفه أثنى الله عليه في هذه الآيات بقرآن يتلى إلى قيام الساعة هذه واحدة في قوله يكتم إيمانه وقع خلاف بين أهل العلم أو بحث مسألة وهي مسألة صحة إيمان من كتم الإيمان صحة من كتم الإيمان فلم يتلفظ به فبعض أهل العلم قال هذه الآية دلالة على صحة الإيمان إنسان حتى ولم يتلفظ بالإيمان لأن الله قال يكتم إيمانه لم يتلفظ بإيمانه إلا في هذا الموضع أما قبل ذلك فلم يتلفظ به وضحت المسألة هم يقولون صحح الله إيمانه دون أن يتلفظ بالإيمان بس إن عقد عليه قلبه جازماً به فبنوا على ذلك مسألة أخرى وهي من عزم على شيء عزماً جازماً هل يؤخذ به أم لا صورة ذلك لو عزم إنسان على طلاق امرأته عزماً جازماً ولم يتلفظ به وكذلك لو عزم على الكفر عزماً جازماً ولم يتلفظ به هل يؤخذ به أحكامه أم لا وقع فيها خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة والحقيقة يعني أن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة محل نظر لأن المقصود بكتم الإيمان هنا عدم إظهاره لا عدم التلفظ به وفرق بين أني لا أظهر إيماني للناس فلا يعلم أني مؤمن وبين أني لا أتلفظ بإيماني فقد يتلفظ بإيمانه مع نفسه وقد يتلفظ به مع خاصته من المؤمنين فكونه يكتم إيمانه عن هؤلاء معلوم السبب أنه خائف لكن لا يلزم منه أنه كتمه فلم يتلفظ به يقول الله عز وجل ذاكراً تمام كلامي هذا المؤمن يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يقول لهم يا قوم إن لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض لكم التسلط والغالبة وهذا حق يوجب شكر الله عز وجل والاعتراف بفضله لا الطغيان في الأرض ولهذا قال فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا من يحمينا من يعصمنا من بأس الله وغضبه إذا نزل بنا وحل فرعون لم يعتد على مثل هذا الخطب ولعل أن يتكلم بين يديه بما يخالف رأيه هو هوه ولهذا ماذا قال قال كلاماً عجيباً قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني بلغ مرحلة من الغرور لا توصى في الحقيقة ويكفي أنه قال أنا ربكم الأعلى فعندئذ يعني ما قاله بعد ذلك فهو أهون هنا ماذا يقول قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني لا أريكم أنتم أيها الناس إلا ما أراه لنفسي فأنا أنزلتكم منزلة نفسي فكل الذي أراه وأعتقده لنفسي أراه لكم فعطل الناس عطل عقول الناس كان يقول قد كفيتكم ألمؤونة فأنا الذي أرى وأنتم ما لكم إلا اتباع ما أقوله طيب إذا كنت لا أريكم إلا ما أراه فما النتيجة ما أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني يقول لا يمكن أني أنا أرى لكم رأي إلا ما أراه لنفسي ولا يمكن أن يكون رأيي إلا رشاد قمة في الطغيان قمة في الغرور انخداعه بالنفس وهو بهذا الكلام أيضا يعرض بكلام المؤمن وكأنه يقول لا يقول إن هذا الرأي الذي رأاه خارج عن رأيي وهو أيضا خارج عن أي شيء عن سبيل الرشاد ولأجل ذلك فاتبعوا قولي واسمعوا واسمعوا له وهذا هو الذي جعل المؤمن وهو شعر يعني بما يقوله فرعون شعر به فجعله ينتقل إلى إلى درجة أعلى في الكلام فقال وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دابي قومي نوح وعادل وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد هذا الترقي في الخطار يبدأ في تهديدهم وتخويفهم لكن بذكر ليس بتهديدهم بأعيانهم وإنما بذكر أحوال من سبقهم وقال الذي آمن يا قوم وستلحظون أن الآيات كلها يبدأها يبدأ كلامه بقوله يا قوم يا قوم فهو يقول أنا مثلكم وواحد منكم أشعر بشعوركم وأنتم مني وأنا منكم يهمني ما يهمكم والخير الذي يصيبكم أن تفع به وكذلك الشر الذي يصيبكم يسوءني أيضا فهو واحد فأنا واحد منكم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب قلنا إن الأحزاب من التحز وهو التجمع وهي الأمم التي تجمعت على أنبيائها تكذيبا وشكا وإعراضا وضرب لهم مثال مثل دأب يعني الدأب هو العادة العادة والطريقة مثل دأب يعني مثل عادة قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد دأب هذه الأمم المكذبة ما هو دأب الله عز وجل في هذه الأمم المكذبة الإهلاك دأبه عز وجل الإهلاك ولذلك قال مما يدل على أن المقصود بالدأب هنا الإهلاك أنه قال وما الله يريد ظلما للعباد يعني أهلكهم وإهلاك الله لهم ليس فيه ظلم لما لأن الله لا يريد ظلما للعباد فهو يخاف عليهم مثل مصير هؤلاء المم السابقة التي كذبت رسول الله فأهلكها والآية أيضا تدل على عدل الله عز وجل وأنه لا يعذب إلا من يستحق العقوبة ولا يظلم عنده أحد سبحانه وبحمده نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك